أعزائي الطلاب مرحبا بكم في محاضرة بعنوان أقسام الفعل وعلامة كل قسم والتي سنتحدث فيها عن فعلين وعلامة كل منهما وهو الفعل المضارع والفعل الماضي أولا أقسام الفعل الفعل في اللغة العربية لا يخرج من ناحية الزمن تقسيم الفعل من ناحية الزمن لا يخرج عن واحد من ثلاث إما أن يكون مضارعا وإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون أمر فما هو الفعل المضارع وعلاماته وما هو الفعل الماضي وعلاماته وما هو الفعل الأمر وعلاماته نبدأ على بركة الله بالحديث عن الفعل المضارع المضارع أو الفعل المضارع هو ما دل على حدث وزمن صالح للحال والاستقبال أي يدل على الحال يحدث الآن أثناء تحدثي وقد يحمل وقد يستمر بعد زمن التكلم بوقت قصير فأقول ليشرح أو أشرح أي أشرح الآن وسأستمر بعد زمن التكلم بفترة وجيزة وعلامة صحته أو علامة صحة أن يكون هذا الفعل مضارعا أن يقبل علامة الجزم لم له علامة واحدة وهو دخول لم عليه كقول الله تعالى لم يلد ولم يولد فالفعل الوحيد الذي يقبل لم الجازم هو الفعل المضارع لو كان ذاكر هل يصح أن تقول لم ذاكر لا يصح لماذا لم هذه تميز الفعل المضارع عن الماضي وعن الأمر فالفعل المضارع فقط هو الذي يقبل لم أما الماضي والأمر فلا يقبل ذلك طيب إن دلت الكلمة على الحال أو الاستقبال تدل على الحدوث الآن أو بعد زمن التكلم ولكنها لم تقبل ماذا نسميها؟ مثل قول الله تعالى ولا تقول لهما أفن أفن بمعنى أتضجر متى أتضجر أنا؟ الآن دلت على الحدوث الآن وقد يكون أيضا الحدث بعد زمن التكلم ولكن أدخل على أفن كده لم أفن هل يصح؟ أبدا لا يصح طيب ماذا نفعل هنا؟ الكلمة دلت على الحال أو الاستقبال ولكنها لم تقبل لم نسميها اسم فعل مضارع اسم فعل مضارع لأنها جمعت بين الإسمية وبين الفعلية بين الفعلية لأنها دلت على الحدث في الوقت الحالي وعلى الإسمية أنها لم تقبل علامات الفعل فعلامة الفعل المضارع علامة واحدة وهو أن يقبل لم نذهب إلى الفعل الماضي كيف نميز الفعل الماضي عن غيره من الأفعال المضارع والأمر أولا تعريف الفعل الماضي الفعل الماضي هو ما دل على حدث وزمن انتهى فات قبل النطق أو حدث بطريقة أخرى أو حدث بعد زمن التكلم انتهى خالص مثل فاهما خلاص هو فيهم خلص أكلا نجحا كلها حدثت قبل أن أتكلم جاءني العلم بوقوع الحدث قبل أن أتكلم يسمى الفعل الماضي يسمى الفعل الماضي علامة الفعل الماضي أن يقبل واحدة من اثنتين تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة أن يقبل تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة الذي يقبل هذه التاء الساكنة تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل هو فقط الفعل الماضي والمضارع والأمر لا يقبلها أو لا يقبل أي منها كقول الله تعالى في تاء الفاعل إني توبت إليك توبت تاء الفاعل هنا دخلت على الفاعل الماضي تاب أو يقبل تاء التأنيث الساكنة كقول الله تعالى والله أعلم بما وضعت أي مريم هنا تاء التأنيث الساكنة الضمير هنا يعود على مريم مريم ابنة عمران والله أعلم بما وضعت فالفعل هنا ماضي لقبوله تأمين تاء التأنيث الساكنة فالفعل الماضي علامته أن يقبل واحدة من الاثنتين قبل هذه أو تلك أو ممكن الاثنين تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة طيب لو أما الكلمة دلت على الحدوث في الزمن الماضي قبل زمن التكلم ولكنها لم تقبل أي من التأين لا تاء الفاعل ولا تاء التأنيث الساكنة ماذا نسميها نسميها اسم فعل ماضي مثل ماذا اعطني مثالا لهذا النوع من الكلمات هيهات بمعنى بعد بعد وانتهى خلاص ولكنها لا تقبل لا يصح أن تقول هيهاتت أو هيهاتت هذا غير مغبول في اللغة ولا في الطبيعة اللغوية للمتحدثين بالعربية يبقى هيهات دلت على بمعنى بعد دلت على الحدوث في الزمن الماضي ولم تقبل العلامات لا تاء الفاعل ولا تاء التأنيث نسميها اسم فعل ماضي وكذلك شتان بمعنى افترق تدل افترق في الماضي ولكنها لا تقبل لا يصح أن تقول شتانت أو شتانت ما لا صح فهذه ليست فعل ماضي مع أنها دلت على الحدث قبل زمن التكلم فنسميها اسم الفعل الماضي وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى نتحدث عن الفعل الأمر وعلاماته فالسلام عليكم ورحمة الله